وأما الفرق الخامس فإن صفات الذات يستحيل تعلق القدرة بها وبضدها لا لعجز في الله سبحانه وتعالى الله يتعالى عن العجز وإنما بمعنى عدم قابلية الشيء وهذا البحث مربوط ببحث القدرة ولعلنا سنشير إليه بالتفصيل في المستقبل ولكن الآن نبين ذلك ببيان إجمالي هل يصح أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يميت نفسه إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل نفسه عاجزا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل نفسه مخلوق ويجعل المخلوقات خالقا هذا الكلام ليس بصحيح كما يزعم ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى حسب كلامه يقدر أن يصغر حجم نفسه بحيث أنه يكون أصغر من جناح بعوضة فيأتي ويستقر على جناح بعوضة فتطير البعوضة وحسب كلامه يطير الله معها والعياذ بالله من هذا الكفر الصريح الله سبحانه وتعالى لا يصف بالعجز ولكن بعض الأشياء ليست لها قابلية كما ذكرنا فيما مضى أنه إذا لنفرض مثال نذكر المثال لتقريب المطلب إلى الذهن إذا أنت رأيت بطلا في الألعاب العالمية الأولمبية هذا البطل يحمل حجرا ثقيلا ثم يرمي بهذا الحجر عشرات الأمتار نقول أن سواعده قوية جدا بحيث تمكن من رامي هذه الأحجار لعشرات الأمتار زين أنت تعال وأعطي لهذا البطل الذي هو فاز بالميدالية العالمية أعطيه ريشة أو ورقة وقل له إرم هذه الورقة عشرات الأمتار لا يمكن ذلك لا لعجز في هذا البطل هذا سواعده قوية جدا وهو قادر ولكن لعدم قابلية الريشة لعدم قابلية الورق لأن ترمى لعشرات الأمتار فنأتي هنا الله سبحانه وتعالى لا تتعلق قدرته بصفات الذات وبأضدادها نقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر بأن يميت نفسه الله ليس بعاجز الله لا يصف بالعاجز ولكن أن يموت الخالق هذا أمر مستحيل الموت لا قابلية له لأن يعرض على الخالق نقول الله سبحانه وتعالى هل هو قادر على أن يجعل نفسه عاجزا الجواب الله لا يصف بالعجز الله قادر على كل شيء لكن أن يكون الخالق عاجزا هذا أمر مستحيل فلا تتعلق به القدرة وهكذا في سائر صفات الذات أما صفات الفعل يمكن أن تتعلق القدرة بها وأن تتعلق القدرة بضدها الله يحيي ويميت الله سبحانه وتعالى قادر على الإحياء وقادر على الإماتة الله قادر على أن يرحم وقادر على أن لا يرحم لأن الرحمة من صفات الفعل إذن بمجمل هذه الفروق الخمسة بين صفات الذات وصفات الفعل تبين أن صفات الذات لأنها عين ذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تسلب عنه ولا أن تتعلق القدرة بأضدادها ولا يكون سلبها ممكنا لأن سلبها نقص أما صفات الفعل إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى الخلق والرزق والإحياء والإماتة والرحمة والنقمة والغضب وما إلى ذلك من الصفات المتعلقة بفعله سبحانه وتعالى فإنه يصح تقييدها بحال دون حال يصح اتصافه بها وبأضدادها مفهومها إضافي لا يتحقق ذلك المفهوم إلا حين تحقق المضاف إليه سلبها في الجمل لا يوجب النقص تتعلق القدرة بها وبأضدادها إذا تبين ذلك يتبين أن صفات الله سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الشريفة وما وصف الله به نفسه هذه الصفات على هذه الأقسام وأنا